بسم الله وصلى الله على البدر المتمم سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموله رجعنا لكم تاني ومع الفتاوى الرمضانية أسأل الله أن يفقهنا وإياكم في دينه وأن لا يخرج من ألسنتنا إلا ما يرضيه عنا اللهم آمن ورد إلينا سؤال من أحد المشاهدين يقول فيه ما حكم الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان أقول وبالله التوفيق منه العون والمدد والسداد والرشد أن الاعتكاف سنة مؤكدة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الاعتكاف ده سنة مؤكدة عن سيدنا النبي كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان وفي العام الذي لقي ربه فيه اعتكف عشرون يوما العشر الأواصط والأواخر والله جل وعلا يقول في القرآن ولا تباشروا هن وأنتم عاكفون في المساجد والاعتكاف نعين اعتكاف دائم واعتكاف متقطع كلما دخلت المسجد قل إن شاء الله نويت الاعتكاف في المسجد ما دمت فيه وأقل الاعتكاف لحظة لو مشيت كده من المسجد مرور بس من المسجد ونويت الاعتكاف تأتى لك الاعتكاف وتثاب على اعتكاف كهذا لكن السنة في الاعتكاف إنك تنقطع للعبادة هذه الأيام العشر الأواخر من يوم عشرين رمضان من مغرب يوم عشرين لغاية صلاة العيد أو لآخر يوم في رمضان هذا هو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من سنة الاعتكاف يبقى الاعتكاف بيكون في العشر الأواخر من رمضان وهو سنة مؤكدة عن رسول الله طيب عندي عمل ممكن تخرج من الاعتكاف للعمل طيب ممكن اعتكف اعتكاف متقطع اروح المسجد من بعد المغرب لما صل العشاء والترويح واجلس في المسجد لنصف الليل او للفجر لا مانع من هذا ممكن تعتكف اعتكاف متقطع تروح وترجع وممكن تعتكف اعتكاف دائم انت بالخيار وده من سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فاحرصوا على سنته ويمكن انا قلتلكم امبارح في حلقة امبارح كان اذا دخل العشر الاواخر سيدنا النبي يعمل ايه احيا ليلة وايقظ اهله وجد وشد المئزر او شد المئزر كناية عن الاكتهاد في العبادة من اعتكاف من قيام من تهجد من دعاء من قراءة قرآن من صلاة بالليل من تسبيح تحميد تهليل تكبير حوقلة استغفار صلاة على سيدنا النبي كل ده يتقلب الانسان في بساتين رضا الله كل حاجة تقربك لربنا تعملها في هذه الايام المباركة لان ايام رمضان دي ايام كلها خير وبركة نغتنمها فيما يرضي الله ونغتنمها في مرضاة الله جل وعلا كان احد الصالحين يبكي ويقول في اخر رمضان اي شهر قد تولى يا عباد الله عنا حق ان نبكي عليه بدموع لو عقلنا اللهم اجعل رمضان شاهدا لنا لا علينا واعنا في الايام المقبلة على ما يرضيك عنا يا رب العالمين اللهم امين اشوف حضراتكم ان شاء الله على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة